دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقولنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم تسع سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم خمسة وجيت تطبق وراها هتعمل إيرر لأنك ما شفتش زبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله هنفتح مع بعض رينج نوت باد اللي احنا بنعمل برمجة جوه منه بفضل الله باللغة الجميلة رينج بالمحاكي رينج جيم انجين عشان نعمل الجيمز بتاعنا على أي أوبريتنج سيستم ويندوز زي لينكس زي ماك بفضل الله مافيش أي مشكلة لو احنا شغلنا كده بشمهندسين دي آخر حاجة كنا عملناها واحنا بنجرب الأرض تمام؟ دلوقتي هندخل في حاجة تاني وعاوزين نركز معاها لأنها بفضل الله مفيدة الحاجة دي هي أننا نرسم نص أنا عارف أن انت ممكن تستغرب بس خد بالك أن احنا بفضل الله هنرسم نص علشان نقوي معلوماتنا ليه ممكن تستغرب لأن احنا بالفعل عملنا نص في أول ما كنا بنجرب لكن خدوا بالكم أنا دلوقتي مش هستخدم التكست اللي احنا استخدمنا قبل كده لا أنا دلوقتي هعمل ايه بفضل الله أنا دلوقتي هدخلك في تفاصيل أكثر هدخلك في تفاصيل ايه؟ أكثر أوكي تعالوا نحزف كل الرسومات اللي احنا عملناها دي وشغلنا زي ما هو بالزبط أوكي هنسيب التايتل والآيكون والسبرايت اللي هو عامل لي خلفية لللعبة والأوبجيكت هنسيب كل حاجة فيه اللي احنا فهمناها قبل كده وشرحناها قبل كده مع العلم الموف معمول فولس الحركة بتاعته بفولس دلوقتي تمام؟ مش فارق معايا قد ما فارق معايا ان احنا هنرسم هنرسم هنحرك النص ما فيش مشكلة بس عايزين نرسم نص خدوا بالكم انا هنا برسم نص في البداية قبل ما ترسم النص لازم تكون معاك الفونت اللي انت هتستخدمه لرسم النص بصوا في الاول كده انا هعمل متغير قبل الفونت كمان هعمل متغير اسمه الماي تيكست ده انا هحط فيه النص عارفين ليه باش مهندسين علشان مش كل شوية اقعد ايه انا مثلا هحطه وانا برسم وهحطه وانا باستخدمه في استخدامات اخرى مش هقعد كل شوية اغير النص النص يبقى موحد في مكان واحد في متغير واحد واستدعي المتغير بحيث ان لما غير المتغير ده النصوص كلها تتغير تمام؟ علشان ما استخدمه استخدامات متعددة كده انا معايا النص اللي انا هرسمه محتاج يبقى معايا فونت الفونت ده هعمله ازاي انا عايز احمل فونت يبقى معايا علشان نرسم به النص اوكي؟ هعمل متغير اسمه ماي فونت اوكي؟ ماي فونت ده بيساوي ايه؟ انا عايز اعمل لود فونت اللود فونت موجودة عندي في حاجة اسمها او ري سورسز او ري سورسز تمام؟ الاو ري سورسز دي موجودة معايا قريدي يعني مدام انا جوه الجيم بتاعتي انا اشغال بالجيم انجين الاو ري سورسز دي موجودة اقدر اعمل ايه من خلال الاو ري سورسز من ضمن الحاجات ان انا اقدر اقول له لود فونت لود فونت لود فونت ودي القصين هنا محتاج منك حاجتين الدلة دي اللي هي لود فونت محتاج منك حاجتين محتاج منك الملف اللي انت هتستخدمه علشان تحمل منه الفونت اوكي؟ وهتحتاج منك حجم الفونت ده علشان كله يتخزن فين يبقى معاك في الماي فونت ماشي؟ طيب دلوقتي خدوا بالكم انا دلوقتي بتعمل مع محاكل الالعاب ماشي؟ انا دلوقتي بتعمل مع محاكل الالعاب طيب فباستخدم الحاجة التي تناسبني وتناسب لعبتي خلاص؟ مش باقصد الفون اقصد الطريقة يعني لو تلاحظوا مثلا انو احنا بنستخدم الالوان واستخدمتش الRGB استخدمت الAL underscore MAP underscore RGB عشان تناسب. الشغل اللي انا شغال بيه جوه اللعبة ماشي? هنا وهاقول له في ملف بنجرب فيه. يا رب اكتبه صح. كان بعد كده سلاش. تمام? كان تقريبا كده. او نجيبه على طولي يعني. وهو فين هنا? في الرينج. رينج. ماي جيمز فونس. اهو هو ده الملف. جبناه خلاص. ماشي. اكتبه لنا هنا بقى. اهو. بس بدل ما اكتبه غلط واحد اجربه جدا. تمام. تاني حاجة هيحتاجها منك. الحجم بتاعي. يعني انا مثلا هعمله على خمستاشر. طيب كده انا معايا الفونت بتاعي خلاص. كده الفونت بتاعي ايه? معايا. وبعدين اعمل ايه بعد كده? دلوقتي انا اقدر ان انا ارسم النص. ارسم الكلام. التكست. تمام? فهستخدم ال اندرسكور درو اندرسكور تكست. وهنا اول حاجة هديها له الماي فونت. ماي فونت. الخط. كما. بعد كده هديله اللون اللي هيرسم بيه الفونت. ال اندرسكور ماب اندرسكور ارجي بي. نزبطها على ايه? مسلا. زيرو. مم. مسلا. مية وخمسين مية وخمسين مش عارف هيبعمل ازاي? بس نشوف يعني. وكده اكوى غامق تقريبا يعني. كما بعد كده هديله الاكس والواي. هديله الاكس والواي. انا هديله مبدئيا الاكس بصفر. والواي بصفر عشان اجرب. اشوف. نجرب مع بعض. ونستوعب الموضوع ايه? واحدة واحدة. يبقى كده الاكس بصفر. والواي بصفر. تمام? لغاية كده بفضل الله. تمام جدا. يعني كده عندي الاكس وعندي الواي. بعد كده في الجزئية دي هنا عندي الالاين. فنجرب كده جي ال ممكن نستخدم رقم عادي. جي ال اندرسكور اللاين اندرسكور ليفت. تمام? اخر حاجة خالص النص نفسه بقى. اللي احنا مسمينه هنا ايه? ماي تيكست. بس كده. ده سيف. اوكي? طبعا انت لما بتكون عندك المعلومات. حتى لو احنا ما درسناش كل الدوال بتاعت الاليجرو. او لقيت حاجة تعرف تفهمها. لو يعني عايز حاجة وما لقيتش الجيم انجين بيوفرها لك تقدر تتصرف. فهمين يا باش مهندسين? يعني التعمق في بعض الاوقات بيكون كويس برضو. ماشي? طيب. خلونا نجرب كده نشوف الكود صحة ولا غلط غلط ما في حاجة ولا يشتغل على طول? تعالوا نشوف كده هيترسم ولا لا. اخدوا بالكم ان احنا مسبتين اكس واي بصفر. نشغل كده مع بعض. بصوا هي موجودة بس اللون مكتوبة هي باش مهندسين وموجودة. مكتوبة وموجودة. بس اللون ماله اللون اه مش باين. فخلونا نعمل لون اسود. علشان ايه? يبان. شغل بقى كده هيبان. شايفين? كلمة هاللون مكتوبة وخطها صغير. واخدين بالكم باش مهندسين اهو بفضل الله. طبعا لو انا عايز اغير حجم الفونت هغيره هنا. اه. عايز تعمل بقى فونت واتنين وتلاتة وتكتب احجام مختلفة براحتك. لو انا خلته بعشرين وعملت سيف وشغلت بص يا باش مهندسين كبرة هوا معي. لحظوا معايا. لحظوا معايا. مش عارف لغة فيها هنا ولا بس تاريبا لا مش عارف انا كده كده صح ولا لأ. كده صح. مت هيقلي مش موجودة ايوة صح كده. زي ما توقعت. هي موجودة للايه? لكن انا مت هيقلي لو استخدمت واحد مسلا. وشغلت. بص وراحت فين? الاللين اختلف. الاللين للفت تقريبا يعني على حسب لا. بصوا. صفر. شكلها كده الفت. ما هي? المتغيبات دي في نهاية ايه شيئ ان ارقام. واخده نبالكو? يعني انا مسلا رجعت الكلمة دي التي هي جيل. ايه صور تمام? وهتبعها مثلا كده. هتلاقوا قيمتها بصفرة صح? بتقعد التبع لازم تقفل بتقعد التبع على طول. ماشي? فايه? فلو احنا جربنا مسلا واحد بقت كده. اتزقت. ماشي? اتنين اختفت خالص. طب اتنين اختفت صح? ماشي. طب خلي اتنين وايه?cons نثبت الـ X و Y بتوعه على الـ Object كده حلو ونخلي الحركة على True Save شغل هدوس يمين رفتو الـ Align اختلف الـ Align خلاها كده يعني انتو خدتوا بالكم يا باش مهندسين خدتوا بالكم ان الـ Align بيفرق معي الـ Align ايه بيفرق معي مش عارف بقى ممكن نيجي نستخدم كيما نلاقيه Error نلاقيه Error ولا حاجة فيه Align ات كتير حلو الـ Align ات دي Align اربعة بعد كده تاني طيب عموما انا بفضل ان GL- Align Align مدن موجودة في رينج وطبعا الرينج كده كده كل فترة بتتطور فممكن بقى كده تلاقوا Align حاجات تانية على حسب الـ Align والGL اللي عندنا طيب يبقى الفت مناسبة معي زي ما احنا ما شايفين طيب نفترض نفترض اني انا دلوقتي عايز اتعامل مع مع الفونت بطريقة شوية تمام؟ يعني يعني دلوقتي انا عاوز اعرف الفونت ده شغال ازاي تمام؟ انا دلوقتي عندي اه لو انا خليت الـ Align مثلا هتعمل كده شفتوا الكتابة جات ازاي؟ كده شفتوا الكتابة جات ازاي؟ هل الـ Align اللي انا جواه او اي حاجة بتعطيني على حسب الرسم بتاعي بتعطين الـ والـ الاجابة لا بدليل تعال هنا في الـ واطبع الـ قبل ما اتخصصوا بصوا انا باطبع الـ قبل ايه؟ قبل ما اخصصوا شغل كده صفر طبع بصفر خدتوا بالكم يا باش مهندسين طبع بايه؟ طبع بصفر طبعه لي بعد ما اتخصصوا اهو بعد ما انت ما خصصتوا سيف شغل هاتبع لك باللي انت خصصتوا بيه ماشي؟ يبقى انا بخصصه علشان يخدم علي في الشغل بس في نفس الوقت بازبط الايه؟ الـ يعني لو انا في اي وقت طبعت الـ بتاع الـ هتلاقوه بصفر خدتوا بالكم يا باش مهندسين طيب ماشي كلام جميل بفضل الله طب وبعدين وبعدين عايزين نتعامل مع الفونت بطريقة سبيشال شوية عايز ابقى عارف عرض الفونت وطول الفونت على الاقل علشان اضبط الـ على عرضه وطوله على الاقل بابسط حاجة يعني ماشي؟ يعني لو انا مثلا جيت هنا و عايز اعمل متغير اسمه فونت مثلا فونت ويدس ومتغير بعد اسمه فونت هايت الويدس بجيبه ازاي؟ بصوا باش مهندسين انت الويدس لازم يكون معاك الفونت والتكست عشان تجيبه هنستخدم ال underscore 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 تكست underscore ويدس تمام؟ وهنا بديله الماي فونت ثم وبدله الايه؟ الماي تكست ما هو لازم تديله التكست عشان يقيس يقيس الفونت اللي هو ده لما يكون حجمه عشرين ويكون النص مكتوب فيها اللو هيبقى عرضه بكام؟ أضعوا بالكوا يا باش مهندسين طيب أجي هنا أعمل فونت فونت هايت بيساوي الفونت هايت بقى هو الفونت بس سهل الفونت بس ليه؟ لأن الفونت هايت طول الفونت ثابت طول الفونت ثابت عرضه اللي بيختلف لأن الكلام بيتكتب بالعرض لكن طوله طوله ثابت ماشي الطول للاين الواحد كده كده شغلين على لاين واحد ماشي؟ لأن انا برسم أصلي خلاص فهاجي هنا اعمل ايه? هستخدم AL underscore get underscore font underscore line underscore height تمام? يعني عايز طول الخط طول السطر طول السطر للفونت عايز اجيب طول السطر للفونت يعني اصلا اسم الدلة مفسر نفسها اجي هنا تبينه ال my font كده لو انا شغلت مش هعمل error لان الاكواد بفضل الله سليمة طيب انا بقى ممكن اساسا استخدم عرض وطول الفونت في الشغل بتاعي فهمين الفكرة? يعني مثلا مثلا خلوا ده معاك اهو ان عارف في ناس بتحب ان ايه اه 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 اعملنا كومنت وهاخده copy اهو كده ماشي وهرسم لوكوا واحد تاني يعني انا عايز اللي هو اختفي خالص يعني واحد ده ظهر نصه صح? طيب لو انا بتعمل مع فونت بالطريقة دي لو انا جيت عند الاكس وزودت الفونت زودت الايه الفونت ويتس فونت ايه ويتس اللي انا عملته اهو اللي هو الفونت ويتس ده اللي انا عملته لو زودت الفونت ويتس واسمته على اثنين وعملت سيفه وشغلت هتلاقوه انا عدلته مع ان الالاين كان مش معدول انتو خدتوا بالكم يا باش مهندسين طيب لو انا خليت الالاين اللي هو شيلوا ده بقى تخلوه زي ما كان اهو سيف اهو ده الالاين اهو ماشي لو انا بقى ايه استخدمت كان اتنين اللي خفاة ولا كان اتنين خفاة خالص بس ما وجود مع انه بنحركه ماشي لو انا زودت على الاكس زائد الفونت ويتس واسيفه وشغلت خدتوا بالكم ما اسمتوش على اثنين التاني اسمتو على اثنين علشان نص الخط كان مخفي الالاين خلا نص الكلمة مخفي على فكرة الكلام ده انطبق على ايه حاجة هه هغيرلكم الكلام دلوقتي طامام لكن لما انا اسمتو على اثنين كان نصها مخفي دلوقتي كانت كلها مخفية فما اسمتوش فاتعدلت كلها انت خدتوا بالكم يا باش مهندسين جت ايه زبطت معايا فاهمين القصة تمام بفضل الله طيب يبقى كده تمام جدا 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 يعني جربنا كزا حاجة لو غيرنا بقى الكلمة وغيرنا الخط يعني بصوا لاحظوا ان انا ما غيرتش دي ماشي ما غيرتش دي بس مفيش حاجة اتغيرت مظبوطة يعني اقصد وبتحرك اهو طيب كبر الخط اهو خليها على تلاتين سيف شغل بصوا الكلمة مظبوطة يا بش مهندسين انتو خدتوا بالكم حتى لما يكون الالاين مختلف يعني انا مستخدم اوكي لو شلت ده هتلاقوا الكلمة مش موجودة سيف شغل بصوا الكلمة مش موجودة لكن لما بحرك بالسهم كده بتظهر ببدأ اظهرها خدتوا بالكم لكن لما انا بتعامل مع الالاين زي ده واروح جاي بديله الويتس وشغل بفضل الله اهو زهر خدتوا بالكم تمام لو انت استخدمت الالاين اللي هو الليفت اللي هو كان بصفر تقريبا سيف لو جيت شغلت دلوقتي اتلاقي النص مشي يمين شوية بدأ ليه لان انت زودت عرضه عليه وهو اساسا كان مظبوط يعني اللاين ده اللاين ليفت ده بيخليه مظبوط على الحفة خدتوا بالكم يا باشمهندسين انا عارف ممكن يكون الدرس تقيل عليكم شوية بس ما هو انت لما بتتعلم بتقدر تتصرف فاهمين يا باشمهندسين انا نقصدوا لما بتتعلم بتقدر تتصرف ومش بتستغرب انا مش عايزك تتهاون باقي معلومة اهو هزود لك الكلمة تاني هلو تمام حسونا تمام اكاديمي طولت لك الكلمة خالص او عشان اثبت لك بس ان الحاجة بفضل الله مظبوطة وشغل كده اهو وبحركها عادي خدتوا بالكم باشمهندسين اهو بحركها عادي بفضل الله تمام شغلة زي الفولد تمام كده زي ما احنا ما شايفين بفضل الله احنا كده عملنا ايه احنا كده بنرسم اي خط احنا عايزين وفهمناه قددنا نجيب العرض بتاعه وقدرنا نجيب نجيب الطول بتاعه وقدرنا كمان نستخدمهم ممكن كمان يعني ازبط بعد اما اجيبي ازبط بتاعنا جوه يعني انا اصلا جوه كده اقول له بص بقى انا دلوقتي عندي الفونت الويتس اللي عندي الويتس الاساسي اللي عندي خليه بيساوي الفونت ويتس وكمان الهيط الاساسي اللي عندي خليه بيساوي الفونت هيت اللي انا عملته خدتوا بالكم اهو ان شغل هو مش هيفرق معي في حاجة بس انا كده زبطت الوبزيكت بتاعي على الويتس والهيط بتاع الرسم اللي انا رسمته ويا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته